بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثالثة والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيفه هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم والسلسراتكم في لقاء هذا الأسبوع أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء أياكم الله وبرك فيه وضيلة الشيخ هذا يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلم الله موسى تكليما ما المراد بهذا مأجوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مما اختص الله به موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليما تكليما هذا تأكيد لكلمه الله جل وعلا كلمه وسمع موسى عليه السلام كلام ربه سبحانه وتعالى ولهذا يسمى موسى كليما الله نعم يقول هذا السائل يا شيخ الثبات عند المصائب في ضوء الهدي والهدي النبوي مطلوب من المسلم والرضا بالقدر بقدر الله فما كيفية تحقيق الثبات عند المصائب كيفية هو أن لا يجزع ولا يتسخط وأن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا هو معنى الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره نعم يقول في سؤال الله وفضيلة الشيخ الملائكة عباد مكرمون يسبحون الله لا يسأمون فما حكم الإيمان والتصديق بالملائكة وهل هم على مستوى واحد نعم الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فالملائكة إباد من عباد الله يرسلهم الله جل وعلا من بأوامره في هذا الكون ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكايل ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو إسرافيل كل منهم له عمل وكله الله إليه وهم امتثلون عمر الله عز وجل يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نعم يقول هذا السائل الشيخ ما حكم الإكثار من الحلف بالله في البيع والشراء سواء كان ذلك صادقا أم كاذبا لا يجوز هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول عندما نقول هذا جائز وهذا حلال هل هناك فرق بينهما لا فرق بينهما الجائز والحلال والحلال هو الجائز نعم يقول علي دين عند شخص من زملائه وقد مضت عليه عدة سنوات والآن أسأل عن زكاتي هذا الدين وهذا الشخص الذي لم يرد هذا الدين إذا كنت واثقا بمجيء هذا الدين إليك فإنك تزكيه كل سنة لأنه في حكم الذي في يدي وأما إذا كان الدين على معصر ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل أو كان على مماطل لا تدري إيأتي بحقك أو لا فإنك لا تزكي حتى تقبضه عن السنة التي قبرته فيها فقناه له فقرة أخرى فضيلة الشيخ عن الملائكة عليه السلام يقول هل يبشرون المؤمن عند وفاته وعند وضعه بالقبر بمآله في الجنة أو النار نعم الله ذكر هذا بقرآن الكريم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيبشرونهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعون يعني تطلبون نزلا من غفور الرحيم تبشرهم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب في الجنة كما ذكر الله ذلك في القرآن نعم هذا يسأل يشيق عن معنى حديث وهل هو صحيح إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها نعم الحديث صحيح هذا في آخر الزمان من علامات الساعة أن الإيمان يأرز إلى المدينة يعني يرجع إلى المدينة ويأوي إليها نعم ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة نعم يعظم وجه الله عز وجل ولا يسأل به شيء من مطامع الدنيا وإنما يسأل به الجنة التي هي غاية المطالب تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ يقول نحن نقرأ ونقلم بأسماء الله وصفاته الفرق بين الإسم وبين أسماء الله وبين صفاته الأسماء مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العزيز الحكيم إلى آخره هذه الأسماء وكل اسم منها يشتق منه صفة الرحمن الرحيم فيه صفة الرحمة العزيز في صفة العزة الكريم في صفة الكرم وأكد كل اسم يدل على صفة نعم يقول الشيخ هذا السائل هل قراءة القرآن بالترتيب وختمه في الصلوات الجهرية سنة أم بدعة بدعة وهذا يفتح باب على الناس لا يستطيعونه أول شيء أنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه يشق على الناس إذا طلب منهم أن يقرأوا القرآن كله في الصلاة المفروضة والله جل وعلا يقول فقرأوا ما تيسر منه نعم يقول ما الحكم في الصلاة خلف المبتدع يا شيخ صالح المبتدع الذي بدعته تكفر مكفرة هذا لا يصلى خلفه لأنه ليس بمسلم وأما البدعة التي دون الكفر فهذا أيضا لا يتخذ إماما لا يتخذ إماما أما إذا وجدت الناس يصلون خلفه وبدعته لا تقتضي الكفر فإنك تصلي مع الجماعة خلفه نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم في الآية الكريمة وقوموا لله قانتين قوموا لله قانتين يعني يتركوا الكلام لأنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة يكلموا الرجل من بجانبه في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما قال الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث نعم يقول السائل أبو عبد الله شيخ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ما المناسبة في هذا الدعاء إكراما للأنصار رضي الله عنهم لمكانتهم في الإسلام وفضلهم يأتي بعد فضل المهاجرين الصحابة ينقسمون إلى مهاجرين وأنصار المهاجرون أفضل من الأنصار والأنصار لهم فضل عظيم لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ودافعوا عنه فلهم فضل عظيم رضيلة الشيخ حذر الإسلام يقول هذا السائل من التبذير والإصراف في النعم فما واجبنا تجاه هذا النعم وما هو الضابط في الاعتدال على الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرخين فيؤكل باعتدال ولا يبالغ في الولايم وكثرة الأطعمة التي لا تؤكل من باب المباهات والمفاخرة هذا لا يجوز أيضا يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الإكرام والتبذير فهناك أناس يفرطون الحقيقة في هذا الموضوع الكرم الفرق بين الكرم والتبذير الكرم هو إعطاء المال على قدر الحاجة قدر الحاجة وأما التبذير فهو الزيادة عن الحاجة وإنفاق المال في غير الاعتدال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة بين الإسراف والبخل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هناك الحقيقة بعض الناس لا يشكرون هذه النعم الذي يعيشها ومنها نعمة الإسلام فما واجبنا تجاه هذه النعم الذي نتفيأ ظلالها صباحا ومساء واجبنا الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصحة في الأبدان ونعمة الأرزاق النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في الآية الأخرى إن الإنسان لظلوم كفار إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد أحسن الله ليكم وبرك فيكم يقول في الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين من المخاطب بهذا؟ مخاطب بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته أيضا واليقين المراد به الموت يعني استمر على عبادة الله إلى آخر حياتك إلى أن ينزل بك الموت فليس لعمل المسلم غاية دون الموت نعم يقول أنا أعمل في المسافات طويلة أتنقل بين الرياض والدمام وجدة من يضطره العمل مثلي للسفر طول العام هل يجوز له الإفطار في رمضان ومتى يكون القضاء الذي يتكرر سفره بصفة دائمة أولى بالرخصة من الذي لا يسافر إلا نادرا لأن المشقة عليه أكثر فيفطر ويجعل له وقتا من السنة يقضي فيه له إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه وحينه يتعين عليه القضاء حتى يأتي رمضان وليس عليه من رمضان الماضي شيء نعم له فقرة أخرى يسأل عن الإنسان الذي صام يوم العيد بالرغم أنه علم بأنه يوم عيد حراما يحرم صوم يوم العيدين هذا من الأيام التي يحرم صومها نعم هذا بدعه شر نعم يقول الشيخ ما معنى دعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت واضح طلب الهداية من الله إلى الحق التوفيق له والعمل به في من هداهم الله من الأنبياء والصديقين السهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت العافية في البدن العافية في الدين العافية في الأمن والاستقرار هذه أنواع من العافية استوجب الشكر نعم فضيلة الشيخ هذا والد أو أب يقول أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يتحدث في هذا المنبر عن خطورة شبكات التواصل الأنترنت وهذه الآلات التي أوجدت في هذا الزمان وواجب الأباء والأمهات نحو هذه الشبكات التواصل لا شك أن الشبكات فيها شر كثير وهي مرتع لأهل الضلال أن يبثوا فيها ما يريدون من الضلال والشبهات لتضليل المسلمين فيجب الحذر منها وحفظ الأولاد والبنات منها وحفظ البيوت لا تدخلها هذه الشبكات لأنها شر ومجلبة للضلال ومجلبة للشر وهي خبالة بأيدي أعداء الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت البرنامج يقول هذا السائل حدثونا عن أقسام صلاة التطوع صلاة التطوع أكدها الرواتب التي مع الفرائض وأكدها راتبة الفجر السفر والحذر لا تدرك لا تترك وكذلك تحية المسجد لمن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه سنة مؤكدة السنن على قسمه سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن الآية في قوله تبارك وتعالى وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا نعم نسب الله بأن له زوجة من الجن أنه تزوج من الجن وجعلوا بينه بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة يعني الجن نسبا فقالوا إن الله تزوج من الجن لعنهم الله وأبطل الله كيدهم الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة يعني زوجة لم يتخذ صاحبة ولا ولدة لأنه غني عن ذلك سبحانه وتعالى نعم يقول شيخ تقديم زكاة المال وتأخير هذه الزكاة لأشهر ما حكمه؟ لا تخرج على الفور الزكاة تخرج على الفور وقت وجوبها ولا تؤخر إلا لعذر شرع إما لعدم وجود المال عنده وإما لانتظار أصحاب الحاجة وما أشبه ذلك من الأمور التي يؤخر الزكاة من أجلها وإلا فالأصل أن الزكاة على الفور يبادر بها عند وجوبه فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في سورة الضحى كيف نزلت هذه السورة وما مناسبة نزول والضحى والليل إذا سجى تأخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم نجل ذلك تكلم الكفار والمسيكون قالوا ما نرى ربك إلا قد قلاك يعني أبغضك فالله جل وعلا أنزل هذه السورة وبيّن أنه سبحانه ما أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قلاه وإنما تأخر الوحي لسبب لسبب كان عند الرسول وهو أنه كان عنده أو تحت سريره جروا كلب جروا كلب والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فأمر به فأخرج فعاد إليه الوحي صلى الله عليه وسلم وقرت عينه بذلك والضحى والليل إذا سجى هذا قسم من الله بالنهار والليل لأنهما من عظم آيات الله عز وجل والله يقسم من خلقه بما يشاء وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا اللي يحرف بالله أو اللي يصمت أحسن الله ليكم هذا سائل يقول بعض الناس شيء وبعض الشباب هداهم الله في الشوارع يسرع سرعة جنونية فيؤذي المارة الذاهبين إلى المساجد أو إلى أعمالهم ما حكم هذه السرعة لا يجوز هذا لأن هذا فيه ترويع للناس وفيه تعريض لنفسه وللناس للخطر لا يجوز الإسراع للقيادة ولا يجوز ترويع الناس على المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وللإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج أشكر فريق العمل في هذا البرنامج كما أشكر الزميل عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ لإذاعة القرآن الكريم يتجدد اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته